أيضاً موضوعي ممكن شوي حزين بس أنت مهوا يحاج عنه زايد السومري الشاعر الشاب اللي رحل السنة اللي فاتت بحادث سير أنا شن تعرف ان كلش صديقك شان أي شن وصلك خبر وفاته ما سمعتك تعلق قبل عالموضع يعني زايد من أطيب الأصدقاء اللي بحياتي بصراحة شاب كربلائي وطني شاعر من أمهر الشعراء جيلة وبشهادة شعراء جيلة والشعراء اللي يقدم من عنده كان كلش طيب وحبوب وإنساني وكل أصدقائي حبوب وهو كان كثير التواجد في بغداد وشنت التقي بي من يجي وإحنا بناء كربلة سوية يعني إحنا عايشين ناكب كربلة سوية حتى قبل قبل التلفزيون وقبل هاي الأشياء بصراحة كان فقدانة يعني كسرة لكل أصدقاء مو بس إليه وصدمة كان يعني كلش محب للحياة ومحب للوطنة نشوف دخل على إنستجرام وحسابه نتلقى غير الوطن والعراق الوطن وشباب وجيله طبعا الله يرحمه هو وأيضا شاعر آخر كان سماعتني بالحادث نعم 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 من وصل المرحلة معينة من النجاح نقول يا ريتلو فلان شاف نجاحي يا ريتلو فلان كان عايش ويشوف أو حتشيلة من عندك شخص تتمنى يشوفوا اللي انت وصلت لليوم لكن ممكن يكون ملحق خالي موسى الله يرحمه يعني هو عندي خال واحد ويعني كان مقرب ونحين عالم فقدناه وإحنا صغار بس من قدمه اسمه أمي وخواء يعني خالاتي وبيبيتي الله يرحمها مستولب بيه ودرجة الشبه اللي بيني وبيني من وصلت لها العمر يشبهوني بي فشينت أتمنى أنه موجود أنا ملتقي بي يعني طفولتي كانت وياه شينت أتمنى عايش ويشوف ويشوف اللي نعم تأكد راح يكون فخور بيك انقتل الله اي نعم زين